دكتور سامح هنرجع لنفس القصة احنا بس بقى عايزين يعني الست دي عشان كلا يقولك ان الراجل مش خسران في اي جرح وفي اي رفض لان الراجل دلوقتي لو في الحالة اللي حم نتكلم فيها دي هو كسب هو كده كده العفش اللي جيه ده جيه في بيته وهو قاعد في بيته وهو بس تجوز وخلاص وبقت تجربة في حياته لكن هي كبنت تحسبت عليها جوازة تحسب عليها مشاعر وتحسب عليها انها رفض هو عنده في بيت عدم الالتزام يعني انت من الاول عندي مشكلة في المسئولية وفي الالتزام مش عيب اتعالج او من الاول ما تتجوز عشان حرام يعني ولاد الناس ما نعملش فيهم كده فمن الاول ما نوعدش ونوصل كمان لمرحلة الجواز وبعد الجواز ابدأ ان انا اكتشف ان انا عندي المشاكل دي وابدأ ان انا صريحة لا خالص يبقى من البداية اتعالج الاول فيش مشكلة اخد الخطوة صح دي حاجة لو قلنا بقى وخسروا ايه خلي باليك الاتنين خسروا فيه حاجات متعدلة ولكن الست طبعا خسرت اكتر خلينا نكون صرحة يعني لو جينا قلنا العفش في الغالب في العادات والتقاليد المصرية دخد عفش ودخد عفش مثلا يعني ده على سبيل المسائل بس هو الراجل عنده ميز ان هو كده كده ما في بيتك بالزبط كده فما هو عفشك محطوط في البيت مش خسران حي انت ممكن تزود عليه وتكمل عيشتك يعني في بيتك او شائدك الراجل مش هتفرق معا كلمة مطلق لكن الست بتفرق عشان مجتمعنا كده فهنا برضو دي المشكلة هي صعبة تتجوز تاني هو سهل يتجوز تاني ايه العقدة بقى اللي ترابط عند البنت دي لما ترفضت كده في بداية حياتها هتتعامل ازاي بقى في اللي جاي طبعا عندها مشكلة هي هتلاقي بصي بقى هي ممكن تكون الراجل اللي جاي او التجربة اللي جاية عنده عيب خطير مثلا نقول بخيل مثلا يعني احد الحاجات جبان ايه يعني صرفة وحشة هي مش هتبقى شايفة دول هي مشكلة ان هي هتبقى مركزة اوي في ايه في العيب الاولاني في العيب الاولاني اللي هي عانت منه واتطلقت وخدت اللقب ده واوة وكذا الاخره فهتلاقيه مركز دايما في حتة ايه المسئولية التزام طب هو هيعمل ايه في الخلفة طب هيعمل ايه لما نعيش مع بعض طب أمن نفسي ازاي ونجي نقولي البنت دي بقى وحشة لا ايه مش وحشة هي عشان اتحقدت من ده فبرضه هي لازم تتابع مع اي طبعا دكتور نفسي استشاري لايف كوتش اي حد طبعا من الحاجات دي كلها يعني انتها تنصح اني لازم تتابع مع لايف كوتش طبعا لان عشان تكمل صح عشان تكمل وما روحش ادور على العب ده بس وما اخدش بالي من التانين فحياتها تبقى أصعب شكرا